تقسيم اللدات بالاخص للاخوة الفنيين هم اللي هيفهموا اكيد كلامي 100% يلا بينا نخش في الموضوع ونعرف ازاي نقسم اللدات بس قبل ما نخش في الموضوع اتمنى الاشتراك في القناة واللايك للفيديو علشان يوصلك كل جديد اول حاجة نصلي على سيدنا رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام تاني حاجة عايز حضراتكم تعرفوها ان اي مصطرة لدات بيكون فيها سالب وبيكون فيها موجب والطريقة اللي احنا هنشرحها دلوقتي ممكن حضراتكم تعملوها لو في شاشة 55 بوصة والشاشات الكبيرة بيكون فيها عدد مصاطر اكتر فبالتالي هتمشي بنفس الطريقة اللي احنا هنقول عليها في الفيديو ده احنا معنا في الشاشة دي 3 مصاطر لدات طيب هنوصلهم ازاي؟ تعالي هقولك شايف السلك اللي خارج من الشاشة اللي لونه احمر ولونه اسود ده طرف كهرباء وطرف سالب هتاخد الطرف السالب اللي هو في السلك نفسه هتوصله في السالب بتاع المصطرة اللي فوق تمام؟ وهتاخد السلك اللي لونه احمر اللي هو الكهرباء هتوصله على الموجب بتاع المصطرة اللي تحت اصبح معاك السالب في المصطرة اللي تحت فاضي والموجب في المصطرة اللي فوق فاضي والمصطرة اللي في النص طبعا ما عملناش فيها اي حاجة طبعا كده حضراتكم عرفتوا ايه اللي معانا لسه متوصلش واحنا وصلنا السلكتين اللي معانا في اطراف ايه بعد كده هنوصل من السالب من المصطرة اللي تحت للموجب المصطرة اللي في النص وبعد كده هنوصل من سالب المصطرة اللي في النص للموجب اللي فاضي في المصطرة اللي فوق طبعا الطريقة دي سمع طريقة التوصيل على التوالي بس طبعا في ناس ما تعرفهاش فانا بحب اوضحها في اخر الفيديو بس مش اكتر حبيت اوضح الطريقة لان في ناس كتير جدا فعلا بتتلغبط في طريقة التوصيل اللي ادات على التوالي وبيحصل معاهم مشاكل كتير وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وانتظرونا في كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته